بسم الله الرحمن الرحيم الطبيق النهاردة اكتف دياريكتوري دومين كنترولر احوار ضع اكتف دياريكتوري دومين كنترولر لو انا قبلي ما اقول بس قبل ما اكمل احنا اتفقنا انهم مش ماشي بالترتيب بتاع مايكروسوفت اللي موجود في بوضع بسبب فيه سيرميس مطلوبة مني اللي انا اشرحها في بيئة الدومين بتفرق جدا من الاداء بتاحها بيتحسن جدا عن اللي هي تكون ستاندالون البياس لما يكون طوله كده موجودش عليكم بدمين بالتاني استاندالون فالسيربس الدي انا نفسي افضل ان اصبت بالاكتف دياريكتوري الاول وبعد كده الاول كنترولر فالنهاردة هنقضي ايه؟ تصطيبات بقى للاكتف دياريكتوري احوار بقى تاني اكتف دياريكتوري دياريكتوري دومين كنترولر يعني ايه؟ لو احنا دلوقتي نشغالين في بيئة وركو غروب وركو غروبيني ايه؟ الند للند مفيش حد احسن لحد زي ما قلت لكم ابل كده وانا اعرف مكاني بدون البرامج اللي انا مستطنها على كده هنا ينفع ان انا اشد داون الجهاز بتاع اطف؟ افرما الجهاز بتاع واعمل اي حاجة فيه؟ لا تمام؟ طب لو انا شغالها تلوقتي في انتروبراس كبيرة بقى فيها مثلا 1000 كده مش منطقي ان كل حاجة هحتاج ان انا اعملها على كهاز هروح للجهاز بنفسي وبا ان انا اعملها تمام؟ فعشان كده ان احنا بنيجي على كهاز كمبيوتر عنين ويندوز سيرفر مايكونش دينيكس مايكونش سولاس لازم يكون ايه؟ ويندوز وسيرفر 2003 سيرفر 2008 2012 اخر حاجة 2016 وبعمل عنيها شغلة شغلة بسيط كده بحولها الحاجة اسمها دومين كنترولر بصو من اسمها دومين كنترولر يعني ايه دومين كنترولر؟ يعني كهاز كنترولر يعني ده يتحكم في اجهزة في الدومين ده الاكهزة اللي انا نوي ان انا اتحكم فيها وحطها في المنطقة بتاعت الكنترول بتاعتك بينفميها انهم وعينين في نفس الدومين فانفرق الوقت ما ج satisfied المصطلح اسمه دومين ودومين كنترولر تمام؟ دومين كنترولر تنميل هو ايه؟ المكانة بتاعتي اتي دي، الا انا احوالها لتوقتي نهت كان cancelled هول اسمه الجهاز ده هيتحكم في اي جهاز ام الأكهزة She will be the domain دقعة في نفس الدومين دقع في نفس الدمين فانا اللي أحدد الأجهزة اللي تقع في نفس الدمين تمام؟ يبقى تاني كلمة دمين كنترولر ده كلمة فيزيكل ولا لوجيكل؟ فيزيكل لكن الدمين دي حاجة ببسكة بإيدي؟ لا، ده لوجيكل دي منطقة كده، الأجهزة اللي واقع فيها هي دي اللي ما بقدر إيدي أتحكم فيه يبقى تاني يعنسنا دلوقتي فرق ما بين كلمة دمين وإيه كمين؟ دمين كنترولر طب إحمر بقى أكتب ديريكتور ده قالك ده دي السيربس اللي أنا بسطبها على الجهاز بتاعي علشان يتحول لدومين كنترولر من دومين لدومين كنترولر لا، من جهاز ورق ومو لدومين كنترولر تمام؟ الجهاز ده دلوقتي حتى انا بسا ما عملتش حاجة أخذ طب إذا ننزل السيربس دي فيقلب معايا بالصفت حتى هزي اللحظة الجهاز ده إيه؟ تعال نتأكد لو جيت دلوقتي إن أخذت البسورد لغاية ما يقوم كده بقى المفروض من الجهاز ده لو جيت حمسلا أدخل على الجزئية بتاعك إنه بغير الاسم هلاقي إيه؟ ورق ورق تمام؟ لأ كمان شوية هيبقى تابع الدومين هو فعلا هيبقى دومين كنترولر وده أول واحد بيجوين الدومين أنا هم إيه دي هحوله الدومين كنترولر ومجرد نحوله الدومين كنترولر ده أول واحد يبقى تابع إيه؟ في الدومين ماضحة كده؟ يبقى تاني أول وظيفة للدومين كنترولر سنترولايزد منيجمنت أو الوظيفة دي ايه؟ سنترولايزد منيجمنت بقى منيج الشركة بتاعتي كلها من مكان وسطي تمام؟ مش بس كده من ضمن استخداماته كمان نيوزر ريبوزاتوري يعني ايه نيوزر ريبوزاتوري؟ مخزن نيوزر مخزن ايه؟ نيوزر بمعنى في عندي ملف جوه السيستم ملف اسمه سام فايل الملف اسمه ايه؟ سام فايل الملف ده فين؟ يعني لو جيت انا شوفوا دلوقتي على الويندوز بتاعي على الويندوز العادي تمام؟ هفتح عندي الويندوز بالمناسبة لو انا عايزة عامس الويندوز بتاعي موجود على سي ولا دي ولا ايه؟ تاني اللي قلت نبلي كده صح؟ برسنتج سيستم روت برسنتج تمام؟ انتر برسنتج تمام؟ لقيت نفسي دلوقتي تخلت تحت مين؟ تحت الويندوز تمام؟ هدور على سام اتنين وتلاتين كونفيج كونتانيو هلاقي فيه هنا ملف اسمه؟ السام من الاخر كده اي يوزر دلوقتي انا بكريره على كاس الكمبيوتر بتاعي طالما انا في بيئة الوركو جروب اليوزر ده والباسورد بتاعته بيتحطه فين؟ دي ايه فاصل عندك؟ الكلمة دي؟ طب خطر تاني قلنا تاني الملف ده الملف اسمه سام اي يوزر انا تكريته دلوقتي على كاس الكمبيوتر بتاعي اليوزر ميم والباسورد اللي اتنين موجودين فيه؟ في الملف اسمه سام فانا لو جيت على مكانة الويندوز بتاعتي دلوقتي ودخلت برضو تحت السي ودسه بيجمع معلومات احنا اتفقنا مع الويندوز تاربورد الصبر بعد هنتعلم مع بعض الصبر تمام؟ لو دخلت هنا تحت السي تحت ويندوز سيستم اتنين وثلاثين كونفيج ادي الملف اسمه سام تمام؟ الجهاز دلوقتي تابع ايه؟ ووركو جروب كمان شوية ووركو جروب هتتغير لما انصلت بالاكتب دارب هيتحول لحاجة تانية خالص تابع ايه؟ الدنيل تمام؟ لو انا دلوقتي حبيت ان انا اكره تول اعمل ايه؟ باجي هنا على ممكن ادخل مثلا على تولز تمام؟ كمبيوتر مانجمنت كمبيوتر مانجمنت بالمناسبة تولز دي اللي هي كانت زمان في الويندوزات السيربرز الاديمة اللي هي المستراتف تولز كل اللي موجود في المستراتف تولز موجود هنا تحت مين؟ تحت تولز تمام؟ هلاقي هنا فولدر اسمه ايه؟ او ايكن اسمها؟ لوكال يوزر انا على سبيل المثال وانا بنزل الويندوز بتاعي نزل باكاونت اسمه؟ المستراتف انا ممكن ان انا اكره تيوزر جديد تلكي مين؟ نيو يوزر سي مسلا هنكريت يوزر اسمه عبير تمام؟ والباسورد الاوبشنز دي هنبقى نبص عليها يعني هناخدها بالتفصيل بعد بساته بالاكتب داريكور ان شاء الله بس عالسريع كده يوزر مست تشينجي باسورد يعني اليوزر ده لو حاول يدخل على المكنة دي اول مرة مطلوب منه يغير الباسورد ليه؟ كنعم السيكورتي مش معنى ان انا كادمن ان انا بلطق على اليوزر افرد دلوقتي الادمن اخلاقه مش كويسة طب انا دلوقتي مثلا انا عارفة الباسورد بتاع محمود ادخل باليوزر بتاع محمود وعوق الدنيا صح؟ فعلشان كده المفروض الشغل الصح المفروض بنمشي تانع بوليسي للشركة الشغل الصح ايه؟ ان انا بكاريت اليوزر ذو كلهم وحطت الي تشيكا دي ان اليوزر اول مرة يلوجن على الجهاز لازم ايه؟ يغير الباسورد انا كادمن مع رشد باسورد انا من حق ان هو لو محمود جاي انا نسيت الباسورد وبرضه وحطله الاوبشان تمام؟ انما ان انا اعرف الباسورد بتاعته؟ لا لان دي حاجة خطر جدا اللي تحتيها يوزر كانت تشينج باسورد يعني ايه؟ اليوزر اصلا لو حاول ان يغير الباسورد بتاعته ما يمتعش بصوا لو انا حطيت علامة صح هنا اخدتوا بالكم ان اللي تحت بقى قدمت؟ ليه؟ لان اللي تنبضب بعد اصلا منين انا بقوله ان اليوزر المرة الجاية لازم يغير الباسورد ومنين انا قلت له بصوا بيوزر مش للحقه يغير الباسورد تمام؟ طيب باسورد نيفور اكسبير يعني ايه؟ في بيئة الـ هنكتشف انه كل اثنين واربعين يوم لازم اليوزر يغير الباسورد كنعمل السيكورتي افرط حتى عارف الباسورد بتاعته طب لو ما كانش يغير الباسورد الاكاونت بتاعته هي تمام؟ لازم يغير الباسورد طب انا لقى دلوقتي المدير بتاعي وبالتوجه كده انا مش عايز اغير الباسورد حاضر امري ليه؟ هنعمل ايه؟ يبقى حطلو تشيك هنا على ايه؟ ان الباسورد بتاعته تمام؟ اللي بعديها عندي موظف شغال معنا والراجل ده تلع رحلة شوية شهر ولا حاجة يواخد اداته شهر طب هو ممكن مسلا انعاطي فيه قعد ان هو يجرب في الباسورد بتاعي المحمود صح؟ صدفة بقى مرة وورا التالية وورا التالتة ممكن يكتشف بتاعنا عن الباسورد بتاعه؟ تمام؟ لا انا عندي موظف سافر اعمل ايه؟ الاكاونت التالة اعمله ايه؟ اعمل الاكاونت التالة وقت ما يرجع تاني خلاص اوكي اعمله الاكاونت التالة ايه؟ واضحة؟ انا مش اختار اي حاجة من دول لان احنا اتفقنا كنت ده هنعمله بايدنا بعد كده انا بس بوريكم حاجة دلوقتي واحدة بس ايه هي؟ انا كاريت دلوقتي اسمه؟ انا دلوقتي بيت ووركو جروب تمام؟ محبوب مطلوب منه انه هو يلوقن على الاكاونت دي كلها اعمل عقد شغال مثلا اتفر في اسم ايه؟ بيحتاجي اكسز مرة جادة مرة جادة مرة جادة مرة جادة معنى كده ان انا هدفت على الاكاونت اللي عندي في الشركة كلها واكريف اليوزر صح؟ ومرة هدس الباسورد وحطها باسورد تانية تمام؟ وهدفت على الاكاونت كلها اديله صلاحيات وبيحتاجي اكسز اكتر مجلس؟ تمام؟ لكن في بيت الدومين كمان شوية اليوزر نمو الباسورد والكلام ده كله مش هيبقى متسايف على الاكاونت كلها يعني انا كريت يوزر اليوزر ده مش هيبقى متسايف على الوكاونت كلها اليوزر هيبقى متسايف على الدومين ذات نفسه تمام؟ ومن الاخر اول ما احاول جهاز الكمبيوتر اللي قدامي ده دلوقتي الدومين كنترولر الايكون دي كلها اساسا مش هيبقى ليه وجود ليه؟ علاق اصلا انا دلوقتي لما بحاوله الدومين كنترولر الاتابيس بتاعتي مش بتبقى تحت ملف اسمه ثاني اليوزر والكومبيوتر والباسوردات والحدات كلها مش هيبقى موجودة تحت ملف اسمه ثاني ومن تحت ايه؟ تحت ملف تاني خالص كده في مصر تاني خالص كده ملف اسمه انتي دي اس ما هو وقته دلوقتي؟ هام شوفوا التفصيل ان شاء الله نهاته تمام؟ فتاني بأكد كل اللي موجود عندي دلوقتي هنا اساسا هيتاخد مش هيدلل هو هيتاخد كارت هيتاخد ايه؟ قارت ويتحط تحت مين؟ ملف كده اسمه اللي هو بواقي بقى؟ ده اللي احنا بنقول علينا هو اليوسر البرزاتوري مخزن اليوسر بالنسبة لكم كلكم مخزن اليوسر بالنسبة ايه؟ ليكم كلكم واضحة كده؟ تمام؟ حاجة بس هنت كده بسيطة اخدتوا بالكم ان ملف السام بشكله قمون هو يمفع ان انت تفتحه ده بالكده اصلاً مش همفع الوينفذات القديمة قوي قوي كمن نسبة الناس الهكرز يعني بيجاون ايه؟ لو دلت ويدلت الملف ده خلاص المجانة كده بقى يقدر يدخل عليها بقى برحته تمام؟ لكن الوينفذات الاجبت بقى او الكلام ده لو دلت اصلاً بالسام فايل السيطة مش يقوله اساسي كان عمي نستكيوط معنى كده ان انا لو حبيت دلوقتي عائدة سام فايلة عائدة سيزاي بطرق تيمة الطرق الاولانية من الكونسول اللي انا اوارته لكم دلوقتي لوقن يزورس اندو جروب وبالمناسبة الكونسول ده حتى على الويندوزات العادية ده الويندوز الحقيقي بتاعه هوا قلق يمين لا بس عشان شايل المكنه الويندوز دي الويندوز اللي انا وكرتها عندي تمام؟ لما انا بقى ادت في دي بقى ادت في مين؟ يبقى بيسمع فين؟ في السام فايف تمام؟ لكن كنت عايز اقول ايه؟ او بالزوت بس ايه؟ السربر طالما هو لسه ما بقاش دونين كونترولر لسه سربر عادي لسه سربر عادي حتى الويندوز السربر نزال حتى عزيه اللحظة وكروب وكروب فكل الويندوز بتاعتي فين؟ تحت الملابس اسباحه تاني او ادت جوا تاني ازاي يا اما من الكونسول اللي انتو شوشتوه بتاع تمام؟ تمام؟ مش فيه ساعات لما نيجي نمسى البسورت بتاع المكنات يقولون ان هنزله برامج مش عاطة بتاع مدرسيت للبسورت هو البرنامج ده ايه؟ بحرقه على فلاشة مثلا بطف الاوحجة تمام؟ وببوط المكنات بتاعتي من الفلاشة دي البرنامج ده عنده القدر ان هو يدخل جوا السم فايل ومش بيشوف اللي بسورت دوت هو عنده القدر ان هو يدخل جوا السم فايل يمسح 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 كده? مم. تمام. بيبقى هو ده الهدف الرئيسي من دومين كنترولر. تاني بتحقف في الشرف كبيرة اهو انا قاعدة في مكاني. الهدف التاني. تمام? ازاي بقى احول جهاز الكمبيوتر بتاعي لدومين كنترولر. اليان سيرفر الفين وتلاتة نخدها بتقريف كاتس تلك كده عشان لو اقعت تهديكم ويندوسات قديمة. ما مش شوط ان انتو تخرجوا من هنا تشتغل على سيرفر الفين وستاشة. سح? فيي شركات ايام الويندوز سرفر 2003 كنا بنفتح قائمة Run وفي عندي امر اسمه DC Promo كنا عندي امر اسمه ايه DC Promo اختصار Domain Controller Promotion يعني معنى كده ان انا بحول جهازي دلوقتي او برق ايه برق ايه من جهاز عادي لكد ده كان ايام الويندوز سرفر 2003 اول ما بادغت انتر كان بيديني وزرد كده والوزر ده ده كستان بترق معيها كده دفعنا هنهاردة ان شاء الله ويشتغل ايام الويندوز سرفر 2008 كان برضو امر DC Promo بس كانت مش متسطعة انا بيجي بسطر حاجة اسمها تمام وبعد ما سطب بقوله ايه بشغل الاخر اسمه DC Promo معي صلاح؟ تقلت بانك صح النهاردة؟ ايه يبقى تاني ايام ويدوز سرفر 2008 كان في المال ايكم كده معي انا بحط عليها عامل صح عشان يسطب لي وبعد كده بشغل امر DC Promo بيصرد برضو الوزر تمام؟ طب لو انا شغلت DC Promo ومن خير ما سطب الوزر هيتول بس شوية كده هيدتكت ان البيانرز مش متسطمة فهيبدأ يسطم البيانرز وبعد كده يسرد الوزر انما لو كنت سطبت البيانرز مجرد ما قوله DC Promo يصر الوزرد عطول ما البيانرز متسطف؟ تمام؟ ابتداء من ويندوز سرفر 2012 امر DC Promo اساسا اختفى تمام؟ 2012 و2016 حتى انا دلوقتي لما جيت كتبت DC Promo قال لي ايه؟ ما بقاش في حاجة اساسا من اسمها DC Promo تمام؟ ما بقاش في حاجة اسمها ايه؟ DC Promo اساسا ماشي يا عم حاضر اموانا سطب بقى الـ domain controller بتاعي قال لك اول حاجة خالص مش دي الاول للمعلومات تاعت السيستم بتاعي؟ هاجي هنا على داشفورد واقول له هنا add rules كل شغلان ان شاء الله هيبقى متين كل وزيفة او كل service انا عادي سطبها او الغط على ايه؟ add rules تمام؟ ممكن تجيبها من هنا؟ او ممكن تيجي على manager تقول له add rules تمام؟ واخدين بالكم من حاجة ان اللسة اللي قدامي دي انا مش عارفة ليه ميتر صفتة عاملة كده بصراحة مفهاش remove مفهاش remove rule تمام؟ لو انت حبيت ان انت تremove rule من هنا remove rule واضحة؟ تمام؟ حاجة اقول له add rule ماذا؟ ماذا تقول بعدها؟ ايه 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 تمام؟ ايه ايه احنا قلنا بلكده هي الايكون دي بس اللي زيتت مم لسة لها وقتها ان شاء الله دي تمام؟ غير كده اللي قدامك ده واحد اللي انا عاملو نهارفة الكورفة بتاعنا ان شاء الله واحد مفهاش اي فرق دي تمام؟ فقلنا تاني حاجة اقول له add rules بيتيني بس بيقول لي معدشي يعني تشكي على السيرفر بتاعك الاول اتأكدي لي ان الباسورد بتاعك 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 باسورد سيروك باسورد سيروك small special character الحاجة تي تمام؟ بيقول لي كمان طب بالنسبة للنتورك ساتنز such as static IP are configured لازم تتأكدي لي ان الجهاز بتاعك عليه static IP ما ينفعش ديناميك IP ليه؟ الاكهزة دلوقتي لما عتيكي تشكي على دومين كنترولر ده ينفع كل مرة الدومين كنترولر ريجي يقوم ياخد IP مختلف؟ ما ينفعش تمام؟ في حاجة بقى قلت قد ديلي ان 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 انتي واخد static IP والIP هات متزبطة او حضر انا اجانسل ده لان فعلا لسه ما زبطتش الIP طب نزبط الIP هات ازاي بقى؟ لو انا جيت هنا اكليكي مين بروبرتز تي سي بي اوور IP فور نتديله سي مسلا م которого تبي represour مية اوور مية مسلا ولجيتوي بتاعنا البرب واحد واحد سيما نرى ايضip الدومين كنترولر ما ينفعش من غير دين ناس عشان كده كنا اخذنا روحة رقم لها عن dns شفرنا النظر بتاعها كلنا بالصدر ليه بقى؟ الدومين كنترولر اساساً بينزل ومعايا dns الاكلزة دلوقتي لما تيجي تجوين عالدومين هتجوين عالدومين باسم الدومين مش بالابين بتاع الدومين كنترولر بالاسم بتاع الدومين كنترولر تمام؟ فطلقنا بالاس مست يكون في ايه؟ لو ايه تاني عنيش؟ بس هو الاول لازم يجي للجهاز اللي يلعب كدومين كنترولر تمام؟ او استرنا اصر بيجي للجهاز اللي تلعب كdns يعرف منه dns اللي هو لازم يكون على نفس المشين تمام؟ فطالما هيجي على نفس المشين لازم يبقى على ايه؟ dns معنى كده ان الجهاز الكمبيوتر اللي قدامي ده مستيبقى عليه dns مستيبقى عليه ايه؟ dns تمام؟ طب زي ما دلوقتي اشرف ايه كده احط الاجي هنا كده مش الجهاز ده هو ذات نفسه لما يحب ان هو يكونتكت على الاكهزة بتاعاتكم هيكونتكت عليكم برضو بالاسم تمام؟ يبقى احط هنا الاجي هنا ايجي السيرفر ذات نفسه زي ما اشرف ايه؟ صح؟ طب انا جيت في يوم صحية الصبح كده وقمت عمد للحركة دي بلازم تحت المية واحد لازم اجي تحت واقوله ايه؟ مية واحد طب قولي واجعت قلب صح؟ ايه ده بقى؟ ده انا عايز اقولكم اصلا لو انا محطتش الايبي ده هو هيحطه لو انا جيت سلطقت دي ان اس بس فيه اوبشن لازم عديده الاول عشان يعمل كده تمام؟ نصف دايما بيرول دك على مين؟ على رص غير فوق بعض ايبي زيما ايه؟ عشان لما ضغير ايبي فوق ما يقدرش يبقى ايبي فوق دايما بيشور على مين؟ على مين؟ اه؟ واضحة؟ تمام؟ يبقى اول حاجة كان لازم عاملها فعلا ان انا ازبط ايه؟ بالايبي هات نكمل احنا كده احنا كده انا كده زبطت الايبي هات المفروض يعني ان انا كده نزلت دلوقتي اهلس افديت من موقع مايكروسفت تمام؟ ماشي وبيقول لي ممكن ان انا سكب الشاشة دي بعد كده لما اجا سطط باي رول تاني نكست انت دلوقتي رول بيز او فيتشر بيز انستيليشن ولا ريموت ديسك توب سيرفز انستيليشن؟ بيقول لي دلوقتي انت السيرفز اللي انت عايزة تسطط بيها دي او الرول اللي انت عايزة تسطط بيها على نفس الماشين اللي انت واقف عليها دي ولا على مكان تاني؟ يعني بيقول هنا انستون ركوير سيرفز فور بيرتشوان ديسك انتراستركشور تو كريير بيرتشوان ماشين بيز مش عارف ايه؟ ده ايه ده؟ ايه رأيكم ان اعطلق المسل ده؟ او الشاشة تحت دي؟ ممكن كمان ان انا اصطب فيتشر على مكانة فيرتشوية انه هو ينفع؟ سيبوكم منها بالوقتي ان شاء الله برضو هنعملها بقبلة ان شاء الله برضو هنعملها بقبلة ان شاء الله ثاني ده بيقول ايه؟ ان انا هصلت بالفيتشر على نفس الماشين اللي انا هوقف عليها تمام؟ نيكست طيب لو انت عندي كزا سيرفر وكنت طي فاهم جوه الهوب مش احنا اتفعنا ان الشاشة سيرفر سيرفر مانجر ده تمام؟ ممكن ان انا عن طريق اعملش اكتر من جهاز فساعتها ممكن يبقى عندي هنا ايه؟ لسه بكل الايباد بالمناسبة بصوا اخدتوا بالكم من دي؟ لسه معملش دي تيكت ليه؟ هكانسل اعمل الرفريش مش احنا اتفعنا ان هو بيعمل الرفريش كل ايه؟ عشر عشر لايه كان ممكن ان انت اتقلم الفترة مثلا فعشان كده لسه معملش ديكت للاي بي جدي تمام؟ لما يخلص الرفريش كده نيكست نيكست لا قط الاي بي جديده تمام؟ لو انا كنت دلوقتي ضيفة كزا سيرفر امانيش هم عدي على نفس الشاشة اللي قدامي دي كنت هلاقي الليستة بتاعتهم هنا كده وبرده هنعمله بادينا زي ان انا افتح كونسل كده اضيف فيه كزا جروب اضيف فيه كزا سيرفر امانيش هم من شاشة واحدة تمام؟ انا مفيش قدامي دلوقتي غير ايه؟ واحد بس طب لو انا اخترت الاختيار اللي تحت ده select a virtual hard disk فاكرين لما كنت قلت لكم ان مايكروسوفت عندها solution virtualization شبه ال VMware كده اسمه HyperV تمام؟ انا ساعتها ممكن ان انا اضيف رول على مكانة virtual فوق السيرفر بداحي تاني انا دلوقتي ده Windows Server هافترض ان انا مصل طبعه على كازي الحقيقي اعطف تمام؟ وعمل فوق اي؟ HyperV مصل طبعه في اي HyperV وال HyperV جوه مكانة تمام؟ المكانة دي المفروض ان انا بدخل عليها وصل طبعه على رول صح؟ زي ما انا بعمل كده لا ايه رأيك من ال Windows Server بتاعك الاصلي خالص بالشاشة اللي قدامك دي هتسطى بالرول وهيسمع فين جوه المكانة جوه المكانة جوه المكانة ايه؟ في المكانة بتاعك ال HyperV حتى بص هنا بيقول ايه؟ select virtual hard disk وفعلا المكانة دي الهارد بتاعها ايه؟ virtual وبيبقى الامتداد بتاعه VHD الهارد virtual بتاع المكانة ال HyperV هيبقى امتداده VHD وانحظ؟ طيب كده بحاجة؟ تمام؟ انا هقول له لا انا هاختار ايه؟ السيرفر ده هو اللي انا هعمل يا installation next انهي service بقى اللي انت عايزة تطبيع عايزة تحولك هزج ده لـ dhcb ولا dns ولا HyperV شايفين كل حاجة هنا موجودة ازاي؟ ولو تاخدوا بالكم هنا رولز وتحت فيه features برضو features ايه؟ ممكن اتشيك هنا على اللي انا عايزة؟ صح؟ طب وايه التوهان ده؟ هلاقي حاجات هنا تبع features ولاي حاجات هنا تبع rules انا توب بقى وعد ادور في النسة دي كلها طب خدوها بقى قعد عامة الحاجات اللي احنا طول الكورس بتاعنا عم احتاجها ان شاء الله هنلاقاه فين fruits هنلاقاه فين fruits بس ببعض الاحيان الرول عشان يرضى انو يتسطط بيحتاج شوية features من الاخر كده feature ده عادة بيبقى حاجة مساعدة للرول اللي هي تنسطول تاني عادة الفيتشر ده بيبقى حاجة ايه؟ مساعدة مين؟ للرول اللي هي تبقى انسطول ولحفظ؟ لكن في بعض الحاجات البسيطة اللي انا عاملها طول الكورس ان شاء الله هلاقيها موجودة في features بصفة عامة الحاجات المهمة اللي بيحتاجها باسم roll fruits الحاجات اللي نادر جدا لو انت احتاجتها في شغلك حطوناها فين؟ واضحة؟ وحاجة تانية الرول في بعض الاحيان بيحتاج ده بايما مش بعض الاحيان بيحتاج features معيانة تمام؟ الرول اللي انا انترستط فيها دلوقتي هي دي active directory domain service هو ده اللي كنت بقول لكم عليه وين ايام الوين في السيرفر الفين وتبايا كان لازم الاول اساطة برول دي طبعا تشاهد من الانترست كان مختلف شوية تمام؟ بس كان لازم الاول اساطة برول دي وبعد كده اشغل امر دي سيب رولي فاقول له حطر سطاب لي الاجتف داريكتور دومين سيرفرس اول محطط له علامة صح الراجل محترم قال لي بيقول لك ايه؟ انا هحتاج شفايت بس features كده معي هم دول اللي انا هحتاجوا اسطابهم اقادي features دي؟ مش ودي حركة محترمة جدا فيه انه هو الواحده اصلا بيداك بيداكت الحاجات اللي هو عايزها ويقول لها اضفالك او تمام؟ ميش نيكست هو الواحده هنا عمل لي صح على شوية حاجات من ضمنه عدية على فكرة دي كانت في دم الشاشة اللي كانت زهر قد تيه تمام؟ فالواحده فعلا عمل لي تشيك على ايه؟ شوية حاجات كده ميش يا عام تشكر نيكست هنا بس بيقول لي بقل لي KEE اشوية اعلانات كده على ماين كروسوفت بييكلمني عن خاشة اسمها أجور ف الماء كلما قلناถعدي استملكنا تمام؟ ميش. سياقيها نكست طيب طب بالمرة لو انت حبيت ان انت ترستي السربر تمام؟ ممكن ان اضطله هنا علامك صح افقر ستارت ازرق وير لو السربر بطيب بعد ما تخلص محتاج ارسط لو واحده يعمل لي لها ستارت لان قبل كده ايام المنتزات الى قبل كده لما كان بيخلص بيرست مع نفسه افرض ان انا كنت شغلة دلوقتي في حاجة وما سيفتش تمام؟ انما هلا مديني بالمناسبة السيربس بعد ما عملنا انستيليشن بس برضه انا بوريكم انستيليشن تمام؟ ماشي انستيليش هوقف بقى الفيديو مثلا مشيقض في حدود اقل من دقيقة بس عشان الفيديو برضه ما يتوقعش كده خلص انستيليشن تمام؟ لو جيت هنا تاني افتحنا كايمتران وقلو دي سيبرومو بقى المرادي الله برضه مردش ليه؟ اساسا امر دي سيبرومو زي ما اتفقناش اختفى بس لو تاخدوا بالكم في هنا علامة نوتيفيكيشن كده صح؟ لو قفت عليها قال لي هنا ايه رأيك بروموت السيرفر يبقى هو ده البديل باند دومين كنترول تكريب المرة اللي فايتت وحنا بناخد السيرفر كور ووردتكم السيرفر كونتيجريشن تمام؟ ووردتكم ان فيه تول اسمها دي سيبرومو رغم من الامر زي نفسه تشل بس بالدي سيبرومو بس بالطول يعني الاسمها سيرفر كونتيجريتور دي تمام؟ شغلت زي الدماء الساحقة وصلت بطوة دومين كنترولر دي على بتاقة ويشتغى على مكانة كور تمام؟ طيب هقول له هنا ادز السيرفر ده بقى ده بقى الوزرد اللي قدتلكم عني طبعا كل ويندوز سيرفر شكله بيختل شوية لكن لو في هينة الاساسيات بتاعته تقدر تتقل من اي بابور من اي دسترميشن تمام؟ لسه بس بعمل لي خلاص كده نقرأ بقى واحد واحد الابشن اللي انا هاختره دلوقتي اد ا نيو فورست ايه فورست دي؟ تعالا نشوت بقى طريقة شغل دومين كنترولر اصلا عملت زي هافطرت دلوقتي ان انا عندي هنا دومين كنترولر انا هكريته تمام؟ وهسمي الدومين ده تيشوت دوت كوم الجهاز بتاعي دات نفسه اسمه جيلي سي لو تبتره لكن انا هكره الدومين اسمه عادة اسم الدومين بيبقى كلمة دوت كلمة عادة اسم الدومين دي بقى ايه كلمة دوت كلمة دوت كوم عشان لما لف على الاكهزة دلوقتي ويقول لهم خليكم تبعي الدومين اللي اسمه تيشرت.com ده المصدر بتاعه ده كده بنسميه بيرانت دومين كنترولر بسميه ايه بيرانت دومين كنترولر هو ينفع ديت شوية او افضل دلوقتي ان انا شناله في انتربرايز كبيرة في انتربرايز ضخمة فيها تلات اربع تلاف موظف اقسام وكسمة اتش اول وكسمة سيز وكسمة مش عارف ايه وليها فروع وفرعه في ايجيبت وفرعه في كي اس اي وفرعه مش عارفة فين فرعه في يو كي مثلا انا همانيش كله تلواحدي لفرعه فعلشان كده بنعملها نظام هيراريكال نظام تدريجي كده هاروين يعني مثلا هافترض ان الشركه بتاعتي ليها فراين فرعه فيهم في ال يو كي وفرعه فيهم في ايجيبت فانا ممكن اعمل دلوقتي تشايلد دومين كنترول هعمل ايه فارع مثلا في اليوكي فهيبقى اسمه مش انا قلتلكم ده اسمه تشايلد مش انا عارفين انه تشايلد يتورس اسمه بابا فهيبقى اسمه ايه يوكي دوت تيشوت تيشوت دوت كوم طب عندي فارع تاني اسمه ايه ايه جبتي بقى تيشوت دوت كوم بالضبط طب اليوكي ممكن يكون عندهم هناك فارعين تمام ونفس الكلام ايجيبت برضه عندها فارعين على سبيل المثال فرع ايه دوت ايه بقى دوت تيشوت دوت كوم والفرع التاني اللي هو سيلز يبقى سيلز دوت بالضبط دوت تيشوت دوت كوم ونفس الكلام هنا برضه هعمل لهم برضه فارعين واحد اسمه وواحد اسمه سيلز يبقى ده هيبقى اسمه ايه ايه بالضبط اهو ده كده بنسميها تري ايه في اللغة الاكتف ديركتوري ده كده بنسميها فرع شجرة امه فبنسميه فرع شجرة تمام؟ لما يكون شجرة وشجرة وشجرة ده كده بنسميها ايه غيبة غيبة فعشان كده ده كله على بعضه بقى كده بنسميه فرست كده بنسميه كله على بعضه ايه فرست لازم في البداية خلص سؤال بقى ليكم ينفع دلوقتي ان انا قبلد قبل ما بلد تيشوت يبقى لازم الاولى بلد من وبعد كده ابدأ ان انا قبلد عشان بعد كده ان شاء الله لما نيجي نتعلم زي اشيل بالعكس اشيل من تحت اشيل من تحت تمام؟ نقرى بقى كده بيقول لي هنا ده الاختيار اللي انا اختاره بالوقت خاصة انا لسه با بلد فرست اكتير وبالمناسبة الفرست بتاخد اسم اول دومين فرست بتاخد اسم ايه؟ اول دومين عندي أول دومين عندي اسم ايه؟ تيتشن.com تمام؟ يبقى اسم الفرست هيفقى بردو تيتشن.com نقرى الاختيار اللي فوق Add a domain to an existing domain هاه طبعا او ما نبص على الاختيارات عشان كل ده هنعمله بإيدينا إن شاء الله تمام. اد ادومين كنترولر تو ان اكزيستنج دومين. إيه ده بعم؟ نسيب بعمق واحدة واحدة كده افرد دلوقتي لا قدر الله طبعا انا عارفا ان الموظفين كلهم بتوعي هيقصنيكاته منين هيدخلوا قصنيكاتهم يعني ان هما بيكتابو اليوزرنين اليوزرنين والباسورد. هيروح لمين يتحققون منه؟ على الفيزت شأندوتكم او للدقة لو اليوزر تابع الدومين ده هيتحقق من ين؟ من UK.com انا هفترض دلوقتي ان اليوزر عندي تابع الدومين الاولاني ده فهيتحقق على اليوزر نيمو البسور ده تابع T-shirt.com ما تقلقش ده كده انا عمليه ايه تمام؟ T-shirt.com واقع اليوزر ده هيعرفيك في اليوزر نيمو البسور بالطول؟ ايه انتو كان عندكو بتلوجه صح؟ الشركة عندكو بتلوج صح؟ طب لو عملت لوجه والسيستم بتاعك مثلا واقع خلاص عبرك ما تعرفت لوجه لان تاني اليوزر نيمو البسور في ايه؟ موجودين فين؟ انا دلوقتي ممكن ان انا اعمل واحد تاني بنسميه additional بسميه additional بسميه additional بسميه ثاني additional تمام؟ ليه بقى؟ قالك عشان لك اندر الله البرانت ده لو وقع الناس تبدأ تقسل ايكات منين؟ من القدشنا تمام؟ الاسم ده الاسم ده T-shirt.com بسميه اسم الدومين بسميه ايه؟ اسم الدومين الدومين نيم ده كده دومين نيم uk.t-shirt.com ده دومين نيم فيه؟ hr.uk.t-shirt.com ده دومين تالت كلهم على بعد استميناهم فورست تاني تيشت.com ده اسمه ايه؟ دومين طب كان الابشن بيقول ايه؟ add a domain controller صح؟ existing domain صح؟ يبقى مثلا عندي T-shirt.com هعمل الاندومين كنترولر تاني add a channel هياخد نفس الاسم T-shirt.com تب وليوزر بقى طبعا هيبقوا متوصلين النار على نفس السويتش مثلا تب وليوزر بقى ايه؟ ايه؟ انا ممكن بقى احدد اللي انا عايزين يعني مثلا ممكن اخليهم يروحوا يسناكوتوا من ده على اساس ان الهاردوير بتاعه اخو شوية ممكن اعملها نسبة وتناسب الديفوت round robin كلمة round robin مع ناس سلسلة متعطبة الوزر الاولاني هيقسمك اثناء الاولاني اليوزر التاني يتنع تاني التالب يروح على الاولاني ارمي يروح على التاني ده default كل ده لعبة احنا هنعمله اثناء احنا بس تاني نفهم يعني ايه الاتشنال التاني يعني ايه محمود the domain controller لنفس ال domain يعني ايه تبني ال domain الاسم ال name is based الاسم ده بسميه ال domain name يعني معنى كده ان انا ممكن اعمل واحد الاتشنال لمين ال UK وهيبقى اسمو uk.t-shirt.com واضحة? يبقى تاني الاختيار ده ده محتوط زي استيتنا بس زي ما قلتلك ممكن ما تركضوش مشهووش الاعجان الاعجان لا 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 احسن منهم ربليكيشن ده بالتجدال اللي عمده بالضبط. لما نعمل الكلام ده ان شاء الله هاجه على وايسي هلا ايه على طول ظهر فيه? في الانتشن. وليه احتمالات? ممكن نخليه صار في النوتايم وممكن نخليه صار بعد وقت معين افرض ان الفرع الانتشنل او الانتشنل في فرع تاني. مش عايزة ان انا يعني ما يبقاش ضغط على اللينك الانتشن اللي ما بالهم. كل ده احتمالات هنعملها بالديد ان شاء الله. تمام? طيب اللي بعدين اتفقنا كلها على بعديها اسمه فرس? صح? بيقول لي يعني اسم جديد يعني من الاخر ده ايه? طيب تاني اللي فوق ده اختاره انا بكرت ايه? الي تحت ده. هختاره امتا? وانا بعمل الطيب. وارحة? حتى من اسمه تاني بيقول لي اسم دومين جديد ما قلنيش اسم الكريم لنفس ايه؟ لنفس الاسم المنزل. اللي عنش. تمام? في option بقى مش موجود هنا. هنبقى نعمله قدام برضو بازن الله. حاجة كده اسمها trust. هشرح لكم برضو كoverview بسيطة. وبردو هنعملها بقديدا ان شاء الله. ايه بقى حوار trust ده? افرض دلوقتي ان انا الشركة بتاعتي t-shirt dot com. تمام? وجينا عندنا كمان الشركة التانية. عملتها برضو اسم ده وين اسمه ايه? dot com. تمام? ده شركة وده شركة. ده شركة وده شركة. بس عملنا business relationship ما بيننا. وبالتالي عايزة الناس اللي في الاكيزة اللي هنا يقدر يوصلوا للناس اللي هنا. ده مكان. وده مكان. دي شركة ودي شركة. بس انا عايزة المواصفين اللي هنا يقدروا يأكسسوا الاكيزة دي. والمواصفين اللي في الشركة التانية يقدروا يأكسسوا الاكيزة بتاعتي. بس انا برضو عايزة اكونترول الموضوع. صح? دي شركة ودي شركة تانية خطوة. بس هزي مقدشنا الافضل صبعا او ده يبقى لو قديش نعم ده يبقى لو قديش تمام ساعتها انا اللي بقيدي بقى هبلد حاجة ما بينهم اسمها تراست هبلد حاجة ما بينهم اسمها ايه تراست يعني الاكيز اللي تابع تيشين دوت كوم تقدر تدخل على الاكيز اللي عندهم اللي في شركة التانية اسي اسي دوت كوم ونقص وتشاهد نفس الكلام هنا وتشاهد نفس الكلام هنا هو دي اللي انا احتمالية دي يعني لو انا بعمل التراست اصلا تيه اختيارات ممكن ان انا اختار ان اللي تشاهد كمان يقدر يأكسس اللي هناك وممكن ان انا اختار ان البيرانت بس هما يقدروا يأكسسوا بعض دي لها اختيارات تمام احنا اتفقنا تاني انا اختار ايه اد اديو فرس هتبنيها تي شوت دوت كوم دوت اديو دوت ايه اتفقنا ايه صح اختار اللي اسم ازاي بناء على ايه عايزين نتعلم بقى دلواتي اختار اسم الجميل بتاعي بناء على ايه عادة فعلا بنعملها باسم نفس تمام بس في حاجة بعد دلواتي يا صلاح احد عمل دوت كوم كاملة احد مجر curry انا عاصد دلواتي انا اعمل البقى لتي شوت دت كوم الجهاز دي insha انا اصبقت طابعتي انا اريدعي jump in انا فننضب الولان سنفعل trafficking ده. دوت كوم انا مش هشتري. لكن المكنة بتاعتي دلوقتي لو طلعوا اي انترنت. تمام? ينفع جهازين كمبيوتر عالانترنت يكون لهم نفس الاسم. اسم اتنين دومين يكون لهم نفس الاسم. انا بلطقت وسميت المكنة بتاعتي وزهراها بره بالايمين. تمام? اه سميتها تيشرت دوت كوم. وكان فيه فعلا دومين متباع لكستور اسمه تيشرت دوت كوم. هتبقى مشكلة ولا لا. صح? فالمكنة بتاعتي لو انترنال مش هطمع بها نت. سموها الاسم اللي انتو عايزين. دوت كوم دوت اديو وغيرو. ما كده بلا مش متشوفها بره. لكن لو انتو اصلا المكنة هي هتتشوف بره عالانترنت. يبقى المفروض انتو تسموها اسم دومين تكونو شاريينو. دومين تكونو ايه شاريينو. مش عايزة اشتري دومين. حت اي حاجة زانية بقى. دوت لوكال مسلا. عشان دوت لوكال فيه دومين اسمه دوت لوكال اسم بره. عالانترنت بالبقى. فانا كده دمنا ان الاسم لقيه. مش موجود. مش موجود. واضحة? تمام? ريكومنت بالبقى. عشان قدام بإذن الله بعد ما نخلص له ندخل في الاستشانج. لو انا دلوقتي ناوي اعمل استشانج في شركة بتاعتي. من اول هكده. مشتروا اسم دومين. وخلوا دومين كنترولر بتاعكم بنفس اسم الدومين اللي انتو اشتراتوه. عشان هيتربط بعض. حتى هيبعت الايميل. انا هبعت لحد الايميل. هنبعت على ايه. عبير اتيشت دوتكم. يبقى لازم اسم دومين ده ايه. هكون شاريه وربطه بالدومين كنترولر بتاع. لان الاستشانج وما بيشتغلش بنغير دومين كنترولر. اساسا. لازم تبقى دومين كنترولر. واضحة كده? تمام. انا سمي دلوقتي دوتكم. لان احنا اتفقنا ان احنا افضل في مكان اديوكيشنل مش هيفرق معي ومش هشتري دومين ده ولا ايه. تمام? نكست. تمام? تعالوا نقربها الوفشن ده. فورفت فانكشنل لبل ودومين فانكشنل لبل. دول عبارة عن ايه. فورفت اللي هو انا رائسة. طب سانية واحدة. يجد عمس بور. سويني. دلوقتي تيشوت دوتكم مسلا وعندي هنا الديشنل كنا برضو سمينا ايه? تيشوت دوتكم. اكيد برضو تيشوت دوتكم. دوتكم. تمام? افرق دلوقتي المكان اللي فوقتي عليها ويندوز سيرفر الفين وتمانية. او خليها احنا زي ما احنا ماشيين الفين وستواشف. تمام? وانا في يوم من الايام الفرع بتاع يوكي. مكانش عندهم ويندوز سيرفر الفين وستواشف. كان عندهم ويندوز سيرفر الفين وستواشف. تمام? دا اللي فوق الفين وستواشف. اللي تحت? الفين وانيا. النام نفسه متغير يبقى اللي فوق النام نفسه متغير يبقى اللي فوق دومين و اللي تحت دومين تاني مرحة محمود لو انا اخترت الاختيار ده بقى بيقولي هنا مشان عندي دلوقتي دومين كنترولر في الشركة بتاعتي تبع دومين تاني هيبقى عليه ويندو السيرفر 2008 يبقى اختار الاختيار ده او لو عندهم مثلا ارتو طب لو انا اخترت الاختيار ده 2012 على سبيل المثال ده معناه ان كل دومين كنترولرز مش الاكتلة العادية كل دومين كنترولرز اللي معايا في نفس الفورس لازم يكون فيها على الاقل ويندو السيرفر 2012 تاني نفس الفورس يعني ايه؟ يعني الفيرانت والنترولرز اللي تحتين كل الاكتزة دي لازم يكون على اول دو السيرفر ايه؟ الفين و ايه؟ واتناشر طالما انا اخترت انا من الفورس فانكشنال نبل الفين واتناشر او بمعنى انا قلت ايه؟ لازم يكون فيها الفين واتناشر على الاقل الفين واتناشر بالطبط تانية واحدة بقى كل واحد من دول لو انا اخترت الفين واتناشر طبعا كل ويندوز جديد بيبقى فيه فيتشورس احدث صح؟ انت قتلتلي كده فيتشورس الاحدث فلازم ديزاين اعمل ده ولا ده انا مقدرش اقول فيها على حسب شغنك لازم يبقى فيه ديزاين للموضوع تمام؟ انا عندي مكنة تشويلد عليها ويندوز سيرفر الفين واتناشر خلاص قص بنعاني لازم اعملها ايه؟ انترور تمام؟ تمام؟ انا عندي دومين كنترولر التحتي بتشويلد عليه مثلا الفين واتناشر يبقى اختر هنا؟ الفين واتناشر او الفين واتناشر او اطو تبا مش هنا اختياره هو اختار الافضل بالنسبانه مثلا لا 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 نفيش ده تمام؟ اللي فوق ده خالص بقى ده هو ايه؟ ويندوز سيرفر تيكناك البروفيو اللي هو المقصود بيه 2016 تمام؟ الكلام اللي انا بعمله ده ممكن اعمله ادت بعدين بمعنى لو انا اخترته دلوقتي 2008 بعد كده ينفع ان انا عدله او ينفع من جوه بعد ما يستطى بالاكل الديركتور عدله او بس في حالة دايما اقدر ان انا عدله او يعني 2008 هنفعه مثلا لألفين ومشرة هنفعه لأ فعشان كده لو انا اخترت من هنا الفين ومسلا وستاشر يبقى تعرف كويس قوي انه خمشة الوامشين ده مش ينفع تقلله بعد كده لو اخترت العالي مينفعش تقدم لكن ينفع بعد كده تختار الاعلى منه تمام؟ تاني على حسب اسناريو اللي انت شغال فيه عندك دومين كونترولر طبعا لتشويلد مثلا تمام؟ هيمقى عليه ويندوز سيرفر اقل لازم تختاره مهمة ده ميزة ولا عيد؟ حسب الديزاين ده صحيح كده انت هتخلي دومين كونترولر بعنيها وزاد اقل تشتهل بس في نفس الوقت هيقفل لك فيتشورز معينة وهو كده ويندوز جديد بينزل بيبقى عليه فيتشورز احسن طب هو جالبا الشهور ده مش بيبقى معامل لان المفروض انا دلوقتي بعمل سيرفر لشركة معينة من اول مدين مسلا يعني بس اعمل السيرفر فالمفروض ان انا كده كده اعمل اول فورست من البداية خالص افرد ان فين اجازة لسه اتعمل سيرفر بس افرد ان انت رحت الانتروفر ايما تمام افرد ان الفارة بتاع يوكي معدومش لايسنز اصلا لالسين وستاشر معدومش الالسين وتمانية وقالي لك حسينة عمل اتشغيل ده عبدينة الالسين وتمانية عشان كده قلت لك ايه ديزاين لازم تعمل ديزاين صحي للشركة الاول انما لو هتقوم انفرا من اولها طبع ما عندك الالسنز بتاع عالسين وستاشر خمص كل ما عندهم احعى تعمل الانتروفر ستعمل جدا ايه تعمل واحد ايه courفر الانتروفر الانتروفر يبقى دول في ايه؟ في دومين تاني يعني في فورست تمام؟ لما قلت دلوقتي الدومين فانكشنال نابل ده معنا ايه؟ الاكهزة ده المكنا دي والمكنا دي يكون عليهم ويندوستر بور ايه؟ الاستاشة لو انا اخترت الفين وتمانية لازم الاستاشة طب لو انا اخترت الفين وتمانية مثلا ده ممكن يكون واتفر اي حاجة لكن اللقصة دي مثلا مليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ده 2012 وده 2016 عادي بس الساعة هتختار عشان يتفهم ايه؟ واضحة في ده يبقى تاني الـ option اللي هو ده بتاع ايه؟ بس نختار دي technical preview بصوا ايه حصل هنا؟ نقراها تاني بقى الـ Forrest Functional اللي فوق ده الـ Forrest Functional Level ده بتاع مين؟ ان تكون الاكسة الـ Domain Controller على مستوى Parent و Child يكون minimum key Windows key انما الـ Option اللي تحتين كل الاكسة الـ Domain Controller على مستوى Parent و الـ Addition يكون على الاقل Windows Server key مش الـ Domain جزء من الـ Forrest صح؟ لما انا دلوقتي الـ Forrest قد لها على بعضها ما انا قلت لها 2016 الـ Domain الـ Domain جزء من الـ Forrest ما انا اقتلتها عليها؟ تاني مش الـ Domain ده جزء من الـ Forrest لو انا قلت اساسا دلوقتي الـ Forrest تكون لها 2016 يبقى الـ Domain الـ Domain ها هي 2016 طب لو انا اخترت اللي فوق مثلا؟ 2012 اللي تحت مني ممخلص ستحلي كام؟ 12-12 واضحين؟ طيب انا اختاره دلوقتي مثلا 2012 عشان تعالي كده اعلمكم ازاي هاعملوا اخرين ياريت لو الـ الـ Domain Controller مني ممتع ايه؟ كلهم مندوستربر اثيرا خاش تمام؟ بس احنا تانية خلية دلوقتي حاجة اقلينا عشان نتعلم بعدين ازاي نا منجه اصف نا احنا هاي قدش اكتنا من اول من جديد نختار اللي هاني ساعلين لا واحدة بس بتعمل حسابك تاني لو في يوم الايب هيبقى انتك Child أو واضحة؟ تمام الحتة اللي بقى طفيها حاجة انا دلوقتي بالفعل رحشة كفاءة كده كده اصلا فيه فورصت معنوية تمام؟ طيب ايه بقى الاختلاف ان هو ده الفين وستاشر? انا كده كده معبول الفين موجود مسلا الفين وتمانية. والشارط الفين وتمانية. انا راحت بقى تشركة واعدل شغل عليها. شغل بفاعل موجود. ممكن تكون انت رايح تبين ده انت راكمة. ممكن ان انت رايح اصلا على شركة ايما. ممكن ان انت بس عندك مسلا اريديك حطيك لبنانك ان انت هتشغلها. على حاجة اقول يلا من البداية وفي فونست اصلا ايما بالفعل. ايما فيه ثمانية ناصر. يعني انا لما بابني. يعني تقصد ان انت قريدي روحت على فونست ازيله ثمانية مسلا. ايما. وبعدين? انا بتكلم ان هو كده كده اللي بيبني انا لما بابني فونست ببقنيها من فوق لي تحت. صح. فبالفعل اللي هيبقى بانيها من البداية ممكن يكون باني كل الويندوز. اه اه. طيب بدلا عشان كده باقول لك. انت اول تفعل امه. فليها طرق. حناخذ سوحاب راتملا باذني اللي هي تعمل اوبغريد للدومين كنترولر من ويندوز آل للويندوز آل ويندوز آل فقليها وقوابر ونشتغلتها شوية حالية فدي محضرة دي محضرة هنعملها دلوقتي انت بتبتدي اتنا احنا بيضب على الجرد وصغر بالبداية انا دلوقتي بعمل دلوقتي فورست ماشي؟ انا بعملها بحاجة طب ثانية عشان ما افعلها الفيديو عشان ايه؟ ما يطولش حاضر طيب دلوقتي سبسفى ضمين كنترولر لازم اول ضمون كنترولر ان انا اصطى بعالي TNS شو احنا اتفقنا تاني ان الاكهزة عشان تدخل على بعضيها وعشان اسسا تجوين عالضمين هجوين بايه؟ بالاس فالافضل لازم يبقى عندي هو ممكن يبقى ضمين كنترولر معلوش TNS او فبعد الحالات هنعملها بأيدينا قدام ان شاء الله هيبقى في ضمين كنترولر انا باش ما تلطب علي TNS ونعرف احتمالتها انما اول ضمين كنترولر اللي المفوض يكون عليه TNS التحتين ان جلوب الكتالوج الجلوب الكتالوج ده بقى اول دومين كنترولر واخدين ده لكم الاول انه دمت ما انتعش يشيل علامة الصح دي؟ تمام؟ اول دومين كنترولر عندي في الشركة بتاعتي لازم يلعب كجلوب الكتالوج الدومين كنترولر يلعب اكتر من وظيفة مش بس التلمتين اللي انا قلتهم في اول اليوم احنا لست بننهب للموضوع ان انا دومين كنترولر يلعب وظائف كتيرة جدا من ضمن الوظائف على سبيل المثال الجهاز بتاع اسلام وعضر ده موجود جهاز بتاع عصف هيعمل سيرش على شير دي فولدر معين المعلومات بتاع الشركة بتاعتي يكون لها هتبقى موجودة فين؟ فين بالظبط في الجهاز اللي بيلعب كغلوبال كتالوب لأيلي تاني ممكن يبقى في عندي اكتر من دومين او دومين كنترولر صح؟ لازم واحد ايه؟ بيلعب كغلوبال كتالوب يبقى هيبقى عليه اندكس بيقول عليه سريش اندكس معلومات كدة عم كل الشركة ايه ايتمس اللي موجودة في الشركة بتاعيش تمام؟ يقوم عاطس هيسيرش على ايتم معيد مثلاً على سبيل المثال هيجي على مين؟ على الجهاز اللي يلعب كجلوب الكامير لازم او بالدومين كونترولر يلعب كجلوب الكامير طبعاً ماذا الانشنال بعد جده؟ ممكن اخضي عليه جلوب الكامير وممكن لا نظراً لان انا دلوقتي معنى شغل واحد فعشان كده علامة الصحة تشالد او بمعنى قدار قصري علامة الصحة بقدم ده وحطتها لما اجي عمل الانشنال بإذن اللي؟ هتبقى محطوطة وتقدر تشالد تحطها او تشيلها بمزاجك وانا اعرف ساعتها الافضل تشيلها ولا تحطها ليه اسمرين؟ تمام؟ اللي بعدي read only domain controller ومفيش علامة صح ودمت صح؟ ايه ده بقى؟ ابتداء من Windows Server 2008 نزلوا كتاب feature باسمه read only domain controller ايام زلان قوي ايام Windows Server 2000 طبع انا اتكلم ده اروت عنه بس انا مش صغلتش على Windows Server ده خلص تمام؟ مبعش عليه يعني ايام Windows Server 2000 كان فيه حاجة كده اسمها اه تقريبا بنفس الاسم برضو او بقى او حاجة زي كده او تقريبا تمام؟ المهم انه كان domain controller read read باس يعني ما تقدرش ان انت اتكاريت عليه users ولا اي حاجة بياخد كل حاجة من اول واحد اللي هو write a word اتشال في 2003 قالت لا 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 بتاع تقنع تعمينا. رجع في الفين وتمانية. لا حرق جميل صفت. تمام? ابتداء من الفين وتمانية ظهر حاجة اسمها ريد اوني دوين كنترول. فكرته ايه بقى? افرد ان انا في الشركة بتاعتي فرع برئيسي دوين كوانتر شركة ديرة. وعنتي فرع تاني كده سوانطوط في خمس ست اكيزة. خمس ست موظفين. هجد لهم جهاز كمبيوتر. وابدأ ان انا مش عارفة نازل على الوين دوين كنترولر وعمل لهم دوين كنترولر وعمل لهم دوين كنترولر عشان خمس ست موظفين. وفي نفس الوقت انا عايزة الاكيزة بتاعت الموظفين يكتبوا الوزر نيم والباسترول اللي موجودين على الدوين. عشان يستفيدوا مركانات الدوين. صح? اعمل ايه? قال لك هنو عملي السيكيورتي. انا هعمل لهم هناك دوين كنترولر بس هيبقى حال تريد قولي. ليه? مفيش هناك راجل اوتيين. افصل مفيش هناك واحد ايه? اوتيين داري تفرع ايه? خمس ستة اكزا مش مستحق. تمام? فهعمل لهم هناك فرع اسو ايه تاني? ريد قولي. لو حد حاول ان يدخل على ريد قولي يكتب على الريوزر او يعمل في اي حاجة? لأ. يعني من الاخر هعمل لهم هناك الديشنال دومين كنترولر نوع? ريد قول. ده كان لهم بالنسبة لي الافضل كمان? ان عمل لهم ريد قولي على مكانة كور. انت شفتوا كور طريقة التعامل معان تادي. صعبة. عشان لو حد ده اصلا فكر انه يدخل عليه. يستهبى انه يدخل عليه. انا عرفتوا بقى. ها? ماذا حزن? الريد قولي. هيروح ياخد اساسا اليوزر نيمس والبسرد والكلام ده من ايه? من واحد ريد قولي. يبقى عشان كده. مش ده اول دونين كنترولر انا رعمله بنت. صح? عشان كده الوفشن ده دام. صح? ومعلى كده ان هو المفروض لو انا اخترت الريد قولي. يعني هيروح لواحد ريتابوت. انا ما عنديش حد ده اصلا ريتابوت لغاية لبسر. تمام? لما نيجي نعمل واحد الديشنال بقى. هبداي الوفشن دي. يتفنح السعيد. ما تحصل? تمام. تمام. الريستور مود. او الاكتف ديركتري او ديركتور سيرفز رستور مود. ايه ده? هنحتاجها قدام في ايه لاخر القرصة اخوانس ان شاء الله. لقدر الله حصل مصيبة عندي على السيستم بتاعي. مفيش حاجة سمع ان السيستم بتاعي هايس ولا حصل فيه اي مشكلة فنازل ويندوز. مفيش الكلام ده. تمام? ده عليه بتاع الشركة بتاعتي كلها. عليه يوسر نيمس. عليه عليه الباسورد. عليه شغم تاني اكتر بكتير. او ده برضو استيب مود بس بتاعين? الاكتف ديركتور سيرفز رستور مود ده. ونعدل فيه بحس ان انا ارجع تاني كل حاجة زي ممكن. تمام? وبالشرط ان الباسورد بتاعته تكون هي نفس الباسورد بتاعت المثنة. طيب لو لقدر الله حفظة حرق. حفظة حرق اساسا بتبقى عمل بكر. بكر بيومي مسلا ولا? هناخد محاضرة للبكر. هناخد انوان. هناخد انوان. هناخد انوان بتاعيتها باسنة اللي ونقول لك ساعتها كل يوم بتاعي منوها كزا. وفي اخر الاسبار تعملنوها كزا. تمام? طيب. قلنا تاني ان الباسورد دي بالشرط هي تكون نفس الباسورد اللي انا بلوقين دينا. يعني وانا داخل عدوين دوس عادي هدخل بايه? بالباسورد دي العديد. هضغط على مسلا اف خمسة كده وهو بيدخل عشان هدخل على الستور مود بتيابه. تمام؟ ساعتها هدخل بالباسورد اللي انا كتباه هنا. انا حطيتهم نفس الباسورد عشان انا بمسر. انما بقتد لكم تاني ان هي مش شرط تكون نفس الناس. تمام؟ نيكست. اخبر سالة في ميكروسوفت الجد. بيقول لي انا ملاقيتش تفويض تفويض كانت بيكرياتل مش عارف ايه. يا ميكروسوفت انتي دلوقتي اللي هستطا بدي الناس وانتي اللي هتعملي الديلجيشن وانتي اللي هتعملي كل حاجة. ايه لازمت الرسالاتي؟ تمام؟ نيكست. هوا دلوقتي بيعمل بروتكاست في الشبكة. بروتكاست يعني داتها بتوصل لمين؟ لبكل. تمام؟ وفي الاخر قال لي ايه؟ النت بايس نيم بتاعك هسميه تي شوت. تعالوا بقى انا اقف هنا كده شوية. الفرق ما بين هست نيم ونت بايس نيم. قال لك الهست نيم ده خلدينا في نت بايس نيم الاول. كان زمان اوي. طبعا الشبكات مش بنفس المنظر بتاعنا دلوقتي. كان مسلا هتلاقي في الشاور ما يقول لها كياس اسمه بيسي وان. نادر اوي لو لقيت تاني كياس اسمه بيسي وان. تعرض للا جهزة كان ايه. صح؟ طم دلوقتي. كل يوم والتاني الشرطات بتاعتي عملت البر. احتماليين هده ايه ان يبقى فيك هزين اسمهم بيسي وان. ممكن. تمام؟ فكان النيت بايس نيم تا بنقول عليه اسم فلات. يعني ايه اسم فلات؟ يعني مفوش ضبط. مفعش فيه ضبط. وبيتكون من 16 كاراكتر. بيتكون كم؟ 16 كاراكتر. مصد 16 كاراكتر. قال لهم طبعا انا هسميه بيسي وان. لا. الباقي هيبقى فيه ثلاثة ثلاثة في الاخر كده اكستنشن. تمام؟ بيعبر عن السيربس معلومة. دلوقتي دلوقتي يعني السيربس ان شاء الله. والباقي بيعتبره مساكيت. الباقي هو مع نفسه بيعتبره ايه؟ مساكيت. انا عايز بستمع. جدا. تمام؟ هو انا قصد الشرطة؟ ماشر. ماشر. تمام؟ وده اسم تاني بنسميه ايه؟ فلات. ماينفعش فيه ضبط. تمام؟ بعد كده الدنيا بدأت تفسع مننا بقى. بقى عن دي بيسي وان. وعن دي بيسي تو. وعن دي بيسي وان تاني. ينفع. ينفع. لا ماينفعش. ماينفعش جهازين في الشركة. ماينفعش لبدا ولا بدا. ماينفعش جهازين اصلا في الشركة يكون لهم نفس الاسم. فبلق يفكروا. لا. طبعا انا عايز جهازين يبقى لهم نفس الاسم. ممكن نسمى ده دوت تيشوت دوت كوم. وده يبقى اسمه دوت اسي اس تي دوت كوم. طبعا ما فيه دوت. اولا من الهوست نيم بيبقى فيه دوت. الهوست نيم يبقى فيه ايه؟ دوت. تمام؟ الاسم الاولاني ده كده بنسميه الهوست نيم. بسميه هوست نيم. الاسم التاني ده كده بسميه دومين نيم. الاتنين مع بعض كده بسميهم فلي كواليفايد دومين نيم. بسميهم ايه شباب؟ فلي كواليفايد دومين نيم. تمام؟ انما ده تاني هو اسم فلاك ماينفعش فيه دوت. يبقى معنى كده ان هما قدروا فعلا يحققوا التربية اللي عايزينه. ان ممكن يكون فيه اكتر مجاز بهم نفس اسم هوست نيم ولا لا. لان الفوليك واليفايد دومين نيم بتاع كل واحد. مخالف على التاني؟ تهام؟ يعني لو جيت انا دلوقتي على جهاز الكمبيوتر بديعي. مخالف على التاني هو اسم ايه؟ جهاز الكمبيوتر بديعي. واضحة؟ طيب. لو انا قلت له دلوقتي ان بي تي ستيت. ان بي تي ستيت مسافة مينس ان. تمام؟ فين بدايته ان بي تي ستيت؟ او عشان كزا كزا كرت. ان بي تي ستيت مينس ان. تمام؟ همسك مثلا الاي بي الاولاني ده. او نخلينا في الاي بي بتاعي. ده. تمام؟ ده كرت الواي فاي بتاعي. قالك ان الجهاز اصلا بيبقاله اكتر من دومينين. اه نت باي سنين ملاس. الجهاز بيبقاله ايه؟ اكتر من نت باي سنين. كل واحد بيعبر عن وظيفة معانا. يعني نظرا لنا. لان الجهاز ده فميديده ايه؟ نت باي سنين معين. ومسلا الجهاز بتاعي هفترضوا انه بيلعب كفايل سيرفر مش هيرى عليه ده ده. هيبقى ليه? نت باي سنين خاص بالشير. بيلعب وظيفة كمان. كل وظيفة الجهاز بتاعي بيقوم بيها بيبقالها نت باي سنين خاص بيها. تمام؟ بصوا عدوا كده. ادي واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتة اشر بعتاشر خمستاشر لا يبقى فعلا ستة اشر سر يا جمعة. واخر حاجة بيتدل على مين؟ السيرفرز ده نفسها. ستاشر واخر حاجة بيتدل على مين؟ السيرفرز. ادي تاني الاسم اللي انا ال toda المحفول الموجود بتاعه. والباقي بيعتبرو كان عشر. مش سم dang? السفير. السيرفرز. مإستفير بيعتبرو ايه؟ ماستفير. والحق كانوا تأميني امي bateك مي انقصفها؟ ما ينفعش العظ怎么样؟ السيرفرز. اولا الجهاز الكمبيوتر ليبقين للا 2. نيت باي سنين. ونيك غرس تنين. الجهاز ليبقين اللي 2. سكانكم ههم ليك غرس تنين والليك غرس تنين. تمام؟ ماينفعش similar بيتك بينا لا ينفعش اثنين دومين مش دومين كوترولر لا اثنين دومين يبقى لهم نفس دومين عشان كده هنا لما كنت قلت له تاني كده برافيس قلت له ناكست تمام كان طول في الخطوة دي شوية صح كان بيعمل ايه برودكاست في الشمكة عشان يتأكد في دومين تاني بياخد نفس دومين او لا واخدين بالكو نت بيوش لدوتكم مفيش ضبط اسم فليت طب لو كان لقى دومين تاني لنفس الاسم ده كان هتجنريت اي واحد تاني بقى هيقولك مثلا هسميه تيشوت وان من نفسه بيوش واضحو؟ ما يدفعش اثنين دومين على مستوى الشبكة بتاعتي يكون لهم نفس اسم النت باي اسم تمام؟ نكست لو انا دخلت دلوقتي تحت السي تحت ويندوز مش هلاقي الفولدور ده تحت السي تحت ويندوز ان تي دي اس مفيش هنا حاجة اسمها ان تي دي اس صح؟ ايه الان تي دي اس دي بقى؟ نسا ما اذكر ايش ايه الان تي دي اس؟ فشا احنا اتفعنا ندع برا عن يوزور باتاتوري؟ ماخنا من يوزور؟ ناي ده مش بس كده ده بيتخزن جوة بتاعتي حاجات تانية كتير تول ما احنا ماشيون انشوفها حاجات تانية كتير قوي تمام؟ اسمي الان تي دي اس بقى او الحركات دي وحاجات تانية والجروب بوليس انسا كتيرة كنت ده بيتخزن عندي في المسار اللي هو هيتكرت دالوقتي اسمه انت دي اس نيو تكنوليجي دومين سيربس انت دي اس اختصار نيو تكنولوجي دومين سيربس وكانو سموها نيو تكنولوجيه لسبب كان زمان قوي او كانش في حاجة اسمها دي ان اس كان سيربر وكان تعبين كانو بيتعمل بالنت بايو اسنين اوه ما عملو بقى الدين اس تسموها نيو تكنولوجي وعشان كده سموا الفولدر اسمه ايه؟ نيو تكنولوجي دومي تكنولوجي قالك دلوقتي الداتا بيز هتتحط عندها تحت مين؟ تحت السي تحت ويندوز تحت الفولدر اللي هيتكرت الاسمه انتي بيز تمام؟ طب وبالنسبة للوقز تمام؟ هيتحط في ملف تحت نفس المصار الداتا بيز فولدر حجمه بيه بده ايه؟ ميليمان خالص ميتين ميجا ميليمان خالص طبعا الافكام اللي بقول عليها دين اعيب اقولها دلوقتي كنا زمان بنهتم بيه؟ المساحات اللي موجودة دلوقتي كهرداده دا الويندوز نفسه اللي هيتم عندي على ايه؟ دا الويندوز نفسه اللي هيتم عندي على ايه؟ دا الويندوز اصلا ستين كيجا واخد منهم عشرة بيجيل واحدة فكون ان انا اقول لك مثلا دلوقتي اعمل حسابك ثمتين نيجا للإنتي دي اس تجلت فانصاني بقى ايه؟ وحجم الملف ده بيبقى ايه؟ حجم الملف ده كل ما هكاري تيوزرز او عمي شو انا شوف حجمه كيجا وبالنسبة للملف بتاع اللغف مليوم خانص تبيره خمسين ميجر برضو عايب اقول للمعلومات دا الوقتي كان ايام ويندوز سيرفور الفين وتلاتة كان ويندوز سيرفور الفين وتلاتة زي نفسه ممكن ينزل على فات ويندوز سيرفور الفين وتلاتة اساسا كان ممكن ينزل على ايه؟ فات كمان؟ فكان ايام الفين وتلاتة الاتنين دول في شاشة نكست يديني الاخرانية دي ليه؟ قال لك اسل الاولانية والتانية ايام الويندوز سيرفور الفين وتلاتة كان ممكن ينزل على فات لكن الاخرانية دي كان لازم تنزل على برتشن انتي اس اس فتبقى عامل حسابك مثلا لو الترميد تخلي السي فات كمان؟ خلي برتشن كمان ايه؟ انتي اس اس عشان تقدر تحط عليه السيزفون فول ده ايه اللي جواست فلت البلعة؟ قال لك افسط حاجة مثلا البوليسز اللي انا هتطبقها عن يوزل على سبيل المثال تشوفوا ايه مثلا على الديسكتوب انا اخلي لكم وانا اعرف مكاني هخليكم متعرفوش تغيروا الديسكتوب وهو هتطبق لكم الديسكتوب هو مثلا اللوجو بتاع الشرك مش دي كده بوليسز هتطبق عليكم؟ هتطبق بوليسز مثلا ان محدش فيكم يعرف يفتح قائمة راند تختفي من قدامك ان محدش فيكم يعرف مش عارسة يفتح مايكمبيوتر النفسي يختفي كل دي بوليسز البوليسز دي لازم تكون سكيور عشان كده لازم تطبق علي ايه؟ او لازم تتعمل تحت فولدر او برتشن انت اي اس اس طبعا ابتداء من ويندوز سوربوربق عدد سلو تمانية بقى الويندوز زال نفسه بينزل انت اي اس اس واسسا خلاص يعني مين اللي لسه بيعمل فاني مع عشان كده تحط قدوم ايه؟ فيش اشوا واحد لو هنتكلم في قرب الواقع مش دي كومنت النهائي ان انا اسيب دول تحت السين لو كنت رى الويندوز لو اقع بيبقى الويندوز بتاعتا الوريدي يكون حاضطة فين؟ كمان؟ طبعا احنا في الويندوز احنا في الويندوز احنا في الويندوز وعشان كده هسيبهم تحت السين خلاص انما الصح بتسيبهم تحت السين خلاص تحت السين خلاص تحت السين خلاص ماشي عاطم؟ تمان نكست بريفيو بقى انت عملت ايه؟ صطبت الـ Global Catalog وصطبت الـ DNS وعملت الـ Delegation للـ DNS مش عارفة ايه؟ الـ Forse Functional Level الـ Domain Functional Level تمام؟ والراجل هنك قالت كده ايه؟ View Script اين View Script ده؟ افرم بعد كده ان انت عايز تصلت بالـ Domain Controller ده بنفس المواصفات دي بالظلط على اكتر مجلس او حتى تعدل حاجات بسيطة اخدتوا بالكم دلوقتي وانا مصلت بالـ Domain Controller ان في اسئلة كثير ده وبتاح وعمل اضغط نكستواجه نكستواجه انا ممكن ان انا اجمع كل الاجابات دي في ملفه يتسميه Answer File في ملفه يتسميه ايه؟ Answer File وبعد كده الـ Answer File ده على الـ Flasher بتاعتي تمام؟ ممكن ان اعدل في حاجات بسيطة وبعد كده هاجي على البترة اللي عادة اقوم عليها دول الـ Controller جديد بقضر واسيبه واشي ارجع على ايه سطر؟ بياخد كل الاجابات منين؟ الـ Answer File ماذا؟ 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 على سبيل المثال بص كده هنا الـ DataBase بتاعتي فين؟ تحت الـ NTS الـ Domain طب اسم الـ Domain صح؟ طيب الـ NetBiosName طب الـ Forst Functional Level الـ Solid DNS ولا لا؟ الـ Log هيتحط فين؟ صح؟ ايه رأيك؟ مش هيدي فعلا؟ هنقود الاجابات اللي انا جاوبتها من الوسط؟ ايه محمود تمام؟ بس لو في الـ دي مش ممكن حالات من الحالات تتضير عشان كده عدل فيه؟ تمام؟ انا بقى هسايف الملف ده سايفه مثلا على الـ Desktop Save بس سوري خديده على الـ Desktop أفضل واسميه مثلاً Answer فايل عشان برضو قدامي ان شاء الله هنبقى نتعلم زي اللي انا عن الـ Tool من Answer File تمام؟ كم يبقى جبته تاني من و بعد كده سايفته خلال؟ Next بيتشك دلوقتي على الـ Pre-Requisites Pre-Requisites معناها الحاجات اللي مطلوبة فعلاً عشان يبدأ ايهن الـ Tool لو عندي اي حاجة هنا ما كنتش مطبطها صح؟ على سبيل المثال الايجاهات ما كنتش مطبطها مثلاً كان هيدي هنا ايهن علامة حمرة كده ويديو هنا بيقول لي بصي في شوية عنديك مشاكل بس كلها warning العلامة الصفرة دي يعني ايه؟ warning طالما warning تعدي علامة لو داي علامة حمرة انسطول دا اصلاً هيبقى دمده وش عارفة صبت وش عارفة قطع ليه تعالوا نشوف مشاكله في ايه؟ على سبيل المثال اللي اختيار التاني دا بيقول لي مشكلة الـ Delegation بتاعت الـ DNS مش يا رب انت اللي هتعملها انت اللي هتعمل دلوقتي الـ Delegation انت اللي هتصور الـ DNS ويتعامل معاك تمام؟ اللي فودي بقى بيقول لي خدي بالك اللي احنا دلوقتي نشغالين في بيع الـ Domain Controller الـ Domain Controller مستفعاً لو انت عندك ويندوزات قديمة قوي بقى ايام الـ NT بقى و الكلام دا هتعملك مشكلة ولو عندك اكذا قديمة قوي من اللي يبقى و خمسة وتسانية وتمانية وتسانية و عايزة تخليها مغبر وينفع؟ او ينفع بس في شوية حاجات نازم تبعلك ايه هي؟ لازم ادخل على موقع مايكرو صوت ونزم طول كده برنامج صغير ينزل على الاكذا دي عشان يخليها عندها بقدرة ان هي تفهم الـ Domain Controller تمام؟ الـ Domain Controller مستفعاً لان زبان ما كانش في حاجة اسمه تمام؟ واخد يبالك ساعة الـ Traffic مش هيمشي Secured من ضمن المميزات اللي جانب دا جداً ان تفقيقة الـ Domain Controller ان الـ Traffic بعد تده ما بين الاكذا كلها هيبقى Secured اي حد يكابل شرداتا؟ يعني مسلا دلوقتي عاطف بيكتب اليوزر نمول بس طول هيشكة على مين؟ Domain Controller صح؟ جي محمود كده يكابل شرداتا ينقط الداتا كده ببرامج مش هيشوف بـ Secured انما الـ Windowsات القديمة قوي مش هتفهم Secured تمام؟ طبعاً يعني ورنجو خلاص سيبوكو منو وفوقها مقالين لي ايه؟ الـ Pre-Requisites check بس تساكسسولي تقدر يتضغط انستولي حاضر نضغط انستولي بيبدأ دلوقتي ان هو يستارت الـ Progres بتاعه وبعد ما هيخلص هيرسل في واحده تمام؟ عشان اتنا بدينه الـ OOcean ده عشان اتنا بدينه الـ OOcean ده من اولا لا 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 الـ OOcean ده لما تاني يستطى بالـ إنما ده خلاص الـ OOcean ده تستطابد خلاص كده كده هو لما بيخلص بيرس ثم هواقف بقى الفيديو والله وازم تسترحه خمس دقايه كده وبعد كده نكمل يلا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما خلص بقى الـ Installation نصلت بالـ Active Directory وRested تمام؟ عايزة ادخل هقوله Auto Control Insert بصوا بقى المرة دي بيقولي ايه؟ انت عايزة تلوجني عن طريق مين؟ تي شوت على Administrator ولا أخر يوزر انا اختار تي شوت على Administrator لو حاولت هدخل بعبير من دون الناسة مش هينفعه دي مش وقتا بيضر متلا الـ Domain Controller الـ Default بتاعها ما انا بدخل بالـ Account بتاع الـ Administrator تمام؟ حاضر وكاتب في هنا اسم الـ Domain على اسم الـ User تي شوت تحت ده الوقت هو الـ هو الـ Domain اسم الـ Domain على اسم الـ User عشان بعد كده ان شاء الله لما نيجي نخلي اكهزة ممبر مدومين هلوجد ازاي؟ اسم الـ Domain على اسم الـ User هاي وضح دلوقتي في العمل ان شاء الله لما نخلي جهاز ممبر مدومين من فقد ان البصور الهنا هو نفس البصور الهنا هو بتاع اه ما هو انا دلوقتي وقفة هنا فعلا تمام تي شوت على المدومين تمام انتر تي شوتك ترجمة نانسي وقفة هنا ترجمة نانسي وقفة هنا الغرورة بعد ما يفتح بقى السرق منويتر المفتوض انها هدخل دلوقتي على الايقون اللي كنت وردهابكم بتاعت اللوكاليوسرس اند جروبس ليه خلاص ما بقاش عندي اللوكاليوسرس اند جروبس لو جيت هنا دخلت تحت السين تحت ويندوز هلاقي هنا في فوندر اسمه لو دخلت عليه في شوية ملفات كده اللي انا انت رزت في دلوقتي الملف ده من الاخر هو ده شغل الاكتب داريكتر كده بصوا حكمه دلوقتي ده ايه عشرين ميجا كل ما هعمل شغل عليه هيزيد كل ما هعمل شغل ايه هيزيد الملف ده ينفع ان انا افتحه؟ لا يعني انا لو جيت اقول له بصلا نكليكي مين اوبن مسلا ولا واتضر مش نفع امان لو حبيت ان انا ادت فيه ازاي بقى كده السيرفور مانيتر اتفتح اهو لو دخلت على تولز هلاقي في شوية حاجات السطابت اكتف ديريكتروي ادنستراتيب سنتر دومين انت ترست مش عارفهم ديود فور ايه؟ في شوية حاجات السطاب ده لغاية هنا اللي هي ادي اس اي ادي ادي اس او اي ادت اللي حبيت دول لو انا حبيت ان انا قلعب بقى في الملف ان انا ورده لكم اللي هو الاتي دي اس دول ده بعدل في دول والكلام اللي انا بعمله هنا في الكونسول دي هو اللي بيرح يسمع في الملف على سبيل المثال لو انا جد الوقتي الاول كده تحت تولز تحت كمبيوتر مانجمينت وجد هنا اوه ما لقيتمش صح ليه؟ قلنا تاني ان الاكتف ديريكتروي يعملي بياخد قط من كل اللي موجود جوه السام فايل يحط جوه الانت دي اس طب لو حبيتها افتح الانت دي اس اعمل ايه؟ من تولز احنا اتفقنا ان هو كسا كونسول تمام؟ الكونسول اللي انا انترست في دلوقتي اللي عن طريق ومكارية يوزر الزبقه والكلام ده وجروبات والكلام ده اللي هو اكتف ديريكترو يوزرز انت كونسول ايوه؟ قولي تطريق؟ قولي ده مريك؟ هادخل تاني تحت ايه؟ تول وادخل على اكتف ديريكترو يوزرز انت كونسول هادخل كده؟ قولي كونسول سايا وزرزه كده. نحافة ما تمشيش مع الانت دول تاني هادخلوه المكينة بتاعتي اعمت هو اصدقه عملت الوجين عادي جيت فتحت السيرور منجر دخلت تحت توز لقيت هنا في عندي مجموع من المجتمع من الكنصول زهرت المجتمع عن طريقها بتلعب الآن آملين تحت intds هو ده ال intds اللي قلت بكم هيتكرر في عندي ملف هنا اسمه intds.date هي ديتاتا بيس ايه دي المكنة ديت المكنة مش الويندوز تعمل intds.date هي ديتاتا بيس قدام ان شاء الله هكتشف ان هي متقسمة من جوة البرتشنزات لو عايزة edit فيها شكله قنون بعدد بقى في الكونسولز دي اي حاجة انا بعملها في الكونسول بتسمع فيه على سبيل المثال لو انا دلوقتي عايزة carry user هاجي هنا على active director users and computer خلاص احنا شفنا من شوية ان ما بيش حاجة اصناها ايه لو جيت افتح الكونسول ده اسم الدومين بتاعي تي شوت هلاقي هنا بعض الفولدرات لونها أصفر بنسميه كونتينر بسميه ايه وفيه فولدر تاني كده عليه نقطة صفرة لو تاخدوا بالكم ده كده بنسميه ايه بسميه ايه هنعرف الفرق ما بينهم قدام باسم ايه تمام؟ المهم تاني لو دخلت هنا تحت users ده الاكاونت ودا ايه مش ده اليوزر اللي انا كنت كريت وقالي ما تطب اللي انا قلت لكم عليه هيتاخد من السام يتحط هنا صح؟ يبقى ساعدا كل اللي كان موجود عنتي في السام ظهر عنتي في الانتي في اسم ولقي عنتي اولا الراس الواحدة ده user الراسين دول group في محاضرة كاملة اصلا دول group ان شاء الله تمام؟ لو انا حبيت دلوقتي مثلا اكريت بقى user عندي لو حبيت ان انا اكريت user اعمل ايه؟ قالك كعملية تنظيمية انا مش بفضل ان انت تكريته هنا انا ممكن اكليك هنا يمين واقول له new user انا مش بفضل كده امال بفضل ايه؟ يفضل ان انا باجي على اسم الدومين زاد نفسه كليب كيمين واقول له new organizational unit ايه organizational unit ده بقى؟ اعتبروه كده محتوى بحطه جواه مجموعة من users في قسم معين تمام؟ يعني على سبيل المثال ممكن مثلا الناس بتاع sales اللي جوا UK يبقى موجودين فوق U والناس بتاع الر اللي في ال UK يبقى تحت organizational unit التاني ليه بقى؟ انك عشان قدام ان شاء الله هنطبق حاجة اسمها سياسات الناس بتاعد HR ليهم سياسات معينة هاخفلهم قائمة run وهاخفلهم وحطلهم ودسكتهم بشكل معين مش عارف هعمل فيهم ايه تاني الناس بتاعد IT هفتح لهم كل حاجة بس؟ كل يوم تلاحص على حاجة معينة بالصبت تمام؟ فالكومنت دايما ان اول حاجة بنعملها ما كريتش اليوزر كده كلهم في الشاحلة انت عندك الف موظف هتكريتهم كلهم هنا؟ نا وما لنعمل ايه تاني؟ كعملية تنظيمية لو انا جيت دلوقتي على مستوى T-shirt.com وقلت له new سي مثلا هتسمي الفرع الاولانية او الاويو الاولانية مثلا بيقول لي هنا برتكت كنتينر وحاطت عليها علامة صحة بايدفولتة طب بصتوا كده اتكريت عندي دي اللي كنت قلتلكم عليها طالما اظهر عليها النقطة الصفرة دي كده يبقى ده او يو يفرق في ايه عن الكنتينر العادي اللي موجود عليه النقطة دي اللي هو الكنتينر العادي ممكن اطبق عليه الناس اللي جوان بطبق عليه لكن الكنتينر مش بيتطبق عليه وفي محاضرتين كاملين اصلا دي البوليسيس ان شاء الله طيب كعمقلية تنظيمية ممكن نيو كده كريت كيمين عليه هو بقست نفسه وكريت عليه اسميه مثلا سيلز شفتوه النظام هيرى لك الهزاي لكن لو كنت وقفت هنا على تي شوت وكريت سيلز ده تحت تي شوت ده تمام كده طب تعالوا ده اللي تبقى سيلز كريت كيمين وقلوا ايه دي ليت قلي لا من البداية تعلمنا عشان انا من البداية اصلا حطيت علامة صح على مين اصلي دي كانت في ناس بتقع فيها وكانت مصيبة ال او يو دي اساسا فيها مجموعة جيرة من اليوسف انا بالغلط كليت كيمين عليه دي ليت او وقفت عليه بس هايلايت كده وبايدي بالغلط بغلت على زر الجديد كله طب وكانت مشكلة تمام لكن انا دلوقتي عارفة كويس او ووعيا اللي انا بعمله ان انا عايزة ادلت او يو دي اعمل ايه بقى هاجي اكليت كيمين عليها واقول له بروبرتز اه ثانية واحدة انا مش لقي اي option لعلامة الصح الي احنا اشوفنها صح لكن لو انا جيت دلوقتي على قايمة وحطيت هنا علامة صح على advanced features تمام ايه ده ده في حاجات كديدة ظهرت صح لو جيت دلوقتي على sales كليت كيمين بروبرتز وفيه تباك جديده ظهرت. من ضمنهم تابت مش هو ده كان الابشن? صح? لو شلت علامة الصحة دي. ووكي. وجيت بعد كده انا دلته. كليك يمين. ديليت. ناس? كده دللت. كده عمي السكيوري انا. كده عمي السكيوري. ليه تاني? الفيتشر ده ظهر قبل ايام الالفين وثلاثة. قبل كده ايام الالفين وثلاثة. ما كانش موجود. فبقول لك انت بيكرت الف يوزر جوة الايودي. وبالغلط. بالغلط. ايه دك ضغطت مسلا على دليت ولا حاجة? ومش مركز ومتدغوة بالسفل. بالسفل. ولما كنتش عامل بقى بطاقة. واضحة? طيب. تعالوا نكرية واحد تاني. جوة يوكي. هنكريته تاني. نيو واسميه ما شلتش علامة الصحة. تمام? لو جيت على مستوى يوكي. كليكي مين? وشلت علامة الصحة. على مستوى يوكي ذات نفسه. وجيت على يوكي قلت له دليت. يس. اه. زا اوبجيكت يوكي. كنتين زا ازر اوبجيكت. اري شور? طب لو قلت له يوكي يس دليت. صب تري. يس. رغم ان اللي دا حتيه كان علامة الصحة موجودة علينا بيحميني منزليشن. صح? واضحة? تعادوا نعملهم تاني بقى ونتعلم ازاي جوة اكاريت يوكي. تمام? ديك عملية تانظيمية. بل لما تيجي فعلا ان تشتغل الكمية تتفعل ان انت تتقسمهم من ايه? لأو يو. على حسب كان عندك البرانش هنا وبرانش هنا. تمام? برانش او او يو تسميها يوكي وتحتيها اتش او ار سيلز اي تي. وبرانش الايجبت. بكاريج او يسمح ايجبت وطبق عليها وننزلهم يونات يونات وعلى يوزر يوزر. ممكن تتمشي كده تمشي كده يعني هو اليوكي. ممكن عملها يونات للهر يونات للهر يونات للهر وممكن عملها يوزر بس للهر ويوزر او عادي برحب. بس الريكمينت تعمل تبقى عملية تانظرية. تمام? عشان تمام ما بقتيني تطبق بوليسز. هتطبق بوليسز على الناس بتاع اليوكي هيطبق ساعتها على كل اللي تحتين. الكلام عسل ما هي شركة صغيرة. بس انا معهولة بس انا فهو حد اتش او ار بس. بس زي ما بقولك احنا كده بنتعلم تعمل واحنا ماشيين حتة الديزاين. تمام? ازاي تعمل ديزاين صح للشكل. لو انت اسمو البيزنس خلص هو اتش ار وانت هنا. سلز وانت هنا. تمام? فيه ناس تانية تعمل ايه? تعمل فولدر اسمه اتش ار وتحته مثلا يوكي وتحته ايجيبت. تمام. تمام. تبقى انتشار ال اتش ار. يبقى الناس بتوع ال اتش ار سواء هنا او هنا هيتطبق عليه بوليسز واحدة. تمام. فعلا حسن بالدسائن ان انت تبقى تعمل. تمام? نعملهم تاني. نيو ويو. هسمي مثلا يوكي. وتحت اليوكي هعمل نيو. سيلز. واحد тاني. ما قفش على سيلز بقى وافعليون كزة تنفسها. بلسا. نيو. ويو. واسميه مسلا. اتش ار. ونعمل واحد تاني على مستوه تشوت. نيو? اسميه مسلا. ايجبت. وبردو تحتيه اعملوا اللي انت عايزين. لو انا جيل دلوقتي مسل هنا تحت ال سيلز. واكريت يوزر اكريته ازاي بقى? نيو يوزر. تمام? هسميه مسلا. عاطف الانيشيال هو الاسم التاني. هو يوزر ممكن يبقى ثلاث اسامي. تمام? عاطف ايه? محمد. تمام? اللوجين نيم بقى. ده الاسم اللي هو هيدخل بيه. الفيرس نيم واللس نيم ده انا عشان لما عيني تققى على اللوجين نيم ده عاطف. لكن اللوجين نيم ده الاسم اللي هو هيستخدمه عشان يلوجين على السيستم. كدزاين. الصح نعمل ايه? فيه شركة تقولك هنعمله ايه ضبط? محمد. اول في الكاركتر من اسمه اول حاسمه ضبط اسمه التاني. تمام? ينفع اتنين اللوجين نيم يكونوا على نفس السيستم? لا. طب. افرد دلوقتي مثلا ان انا عندي احمد محمد وعاطف محمد. صح? فيه شركة تقولك لا. انا هسميه مسلا. او ساعات بيعملوها. عاطف ضبط محمد. اول اول حاسم من عاطف اول حاسم من محمد ويش مجرده ماشي. الديزاين يبتعيش. بس زي ما قلت لكم فيه تركات زي تقع فيها. افرد دلوقتي بقولك ان اتنين موظفين اول حاسم اسمهم هما الاتنين واحد واسمهم التاني نفس الاسم. تمام? فيه ناس تعمل لك ايه? عاطف اندرسكور محمد. اه لا مفيش اسبيس اه لا مفيش اسبيس طبعا. تمام كده? اه. فيه شركة تعمل حاجة تانية تكتب الاسم الاولاني بالكامل ضبط اول في الاسم التاني ضبط اسمه والتالت. المهم ان انت تعمل هيرارك الديزاين صح عشان ما تعملش ما بين اثاني الموظفين. ولو حصل ان في اثنين دلوقتي. مش هيبه. مش هيبه. خلاص كده? احنا دلوقتي عشان ما لغبطش نفسي هسمي اليوزر بتاعي عاطف وخلاص. عشان ما قدش ابتكر بقى عاطف ايه? هو اسمي ده خلاص. تمام? طيب. اسم اليوزر بتاعي هيبقى تبع انهيده مين? تمام? لان كمان قدام ان شاء الله ممكن العب في دي وخلين اسمي تاني. تمام? اليوزر لوجين نيم بري ويندوز الفين. الويندوزات الاديمة قوي بقى. مش احنا قلنا الويندوزات الاديمة ممكن هي كمان تبقى ممبر من الدومين? كان زمان قوي بقى. لما يجي الجهاز دلوقتي بتاع عاطف يحاول يدخل على المكانة بتاعتي. عالدومين كونتور. يعمل ايه? هيصر قدامه. قايمة كده عايز يكتب فيها اليوزر نيم والباسورد. هيكتبوا بالمنظر ده. اسم الدومين على اسم اليوزر. وبعد كده يكتب الباسورد. تاني. جهاز عاطف عايز يدخل دلوقتي ويكتب اليوزر نيم والباسورد على الجهاز بتاعه. هيدخل ازاي? هيكتب ايه? اسم الدومين على اسم اليوزر. تيوشوت على عاطف. انتر. ويكتب الباسورد. تمام? ده كان في الويندوزات الاديمة قوي. في ويندو السيربر بقى السين وكالاتة والاكس بي والكلام ده. لا ده كان نصرف نظام دروب دوليست كده. بيكتب اسم اليوزر ودحت بيخطر اسم individuals. دروب دوليست كده بتصرله ويختار منها اسم di � 엄 mouse او لا locally? هياز ي اجاني عجهاز lokally? اللي هو يكتب اليوزر نيم والباسورد. اللي موجودين على الش mF�이Ill بتاع الجهاز? و اللي موجودين عالا دومين كنترولر? اللي موجودين عالا دومين كنترولر. معلا اليوزرز العادي العاليين انا مش ميجيهم اصلا بسورد موجودين عالجهاز. اوعى تجيله بسورد موجود عالجهاز. كلهم تجيلهم البسوردات فين? الموجود عالدومين. اوعى تخليه. هايووضح للوقتي و احنا بنخلي مكان امامر بلدومين ان شاء تمام? طيب. ابتداء بلدومين. ابتداء بلدومين. رجع تاني. اسم الدومين على اسم اليوزر. هايوضح. الوقت اليوزر الوصف معاطف موجود في الدومين الواترابلشوت. بسبب. ينفع يكون داخل اليوكي مثلا خمسين ينفع منهم يتبقى اي دومين تاني. عايزة تخلي يوزرز معينين دو ويوزر معينين دو دومين تاني. لا ولغاية دلوقتي ما ينفعش لان المكان التي تطعتي عليها ايه? دومين واحد بس. قدامنا ما نعمل التراين دي بقى ولكلام ده ينفع. يبقى دا فيدو يوزر عاطف ولتكه فيه برضو نفس اليوزر عاطف. بس ايه? ده يوزر وده يوزر. د interviewing د اوه. ها مع ما ده دومين. يعني مثلا انا عندي تيت شوت بters. 22. tot comp وده في عاطف وده في عاطف. تمام. بس ده يوزر وده يوزر بمر يصبح الحقيد. في رسمين تانيا قادس. تمام? pls هحطها مثلا واحد اتنين تلاتة. لو قلت له نيكست. مش هيبكى. ليه بقى? في بيئة الدومين لازم البسورد تكون كومبليكس. ده عالدفولت قدام ان شاء الله هنعدل ده بحس ان انا ممكن اقلل الكمبليكستي ده شوية. التعايد ده ممكن اقلله شوية. بس مش ريكمنت. تمام? بس ايه مثلا نخليه. اقرو بقى تاني معي. يوزر مست تشينجي بسورد اتنينك سلوان. يعني ايه? اليوزر اول مرة هيلوان عال سيستم لازم انت غالب البسورد. تمام? وده الصح. ده الصح. اللي بعديه. يوزر تانو تشينجي بسورد. قلنا تاني ضد بعض. داني اقرر اهو. ضد بعض. تمام? طيب الاوبشن اللي تحتيه. بسورد نيفر اكسبايرس. مش هيه نفس الاوبشنز? اكاونت اس ديسابل. مش نفس الاوبشنز? تمام. انا مش هلعب فوق لا واحد من دول لان كده كده في البروبرتز بتاعت اليوزر هلاقي دول وقزيت بهم وهنعدي فيهم كلهم بعد ما يتخلي المكنة جويل من الدنيا. ماشي? نيكست. فينش. المرة دي قبل ان يقبل مني اليوزر. تمام? وطبعا لو تاخدوا بالكم اللي ظهر هنا ايه? القسم. القسم. لو انا حبيت ان انا اصر كمان. لان الوغن نيم هنا بيسهر صح? ممكن اقول له هنا فيو كاستمايز او ثواني فيو اه فلتر اوبشنز. لا انا كانت فين 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ادو رموف كولومز. تمام? انا عايز اصر دلوقتي الوغن نيم. كنتري ايميل فرست نيم. اهي. يوزر لوغن نيم. تاني كان تحت ايو كي. تحت اتش اور. ولا تحت سيلف. ظهر اهو. تمام? واليوزر لوغن نيم. اه. حد تهميني كده بحاجة. تمام. ده كده اوفر ديو بسيط النهارده عن الانستيليشن في الابتكار. هنوقع افطاق الفيديو ونعمل فيديو بديد. هنبدأ نسطر ويندوز 10. كلاينت بقى. وهو الشغل ده كله ايه? عشان اخلي الكلاينت جوين عدوين. تمام? فهنبدأ نسطر مثل ويندوز 10. وبعد كده نتعلم زي اللي احنا نتجوينها لدوين. اوكي? لغد دلوقتي حد يقع مني بحاجة. اوكي.